الفان ومئة زهر من ازهار النرجس المصروعة يدويا تتألف منها حديقة مضيئة اقيمت في لندن بعد اطلاق مؤسسة خيرية تقدم الرعاية والدعم للاشخاص المصابين بامراض قاتلة وعائلاتهم وتمثل كل زهرة نرجس مضاء واحدة من الممرضات اللواتية من لصالح الجمعية الخيرية في ارجاء المملكة المتحدة الحديقة المضيئة التي اطلق عليها حديقة النور صممها الفنان اندرو شوبين بمشاركة تجمع جراي ووليد الذي يعنى بالفنون في الاماكن العامة ويتخلل الحديقة المضاء ممرات يمكن للناس يتجول خلالها بينما يستمعون الى تسجيلات لأصوات رسائل شكر تلقتها الممرضات من عائلات المرضى الذين تلقوا مساعداتهن ويتاح للعامة ان يدخلوا الى الحديقة مجانا والاستمتاع بها اشتركوا في القناة